موسيقى 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 يعتبر مختبر الصحة العامة من الدوائر الهمة في وزارة الصحة الفلسطينية والذي يقوم بمهام عديدة في التشخيص والبحث العلمي والتدريب والفحوصات التي لها علاقة بصحة البيئة والمواطن الفلسطيني وتقديم خدمات للصحة العامة وإجراء التحاليل المخبرية والمسحية بجودة ودقة عالية كما أن المختبر يقوم بمهام كبيرة تتمحور في المشاركة بتقصي الأمراض المعدية بالتعاون مع الشركاء في الوزارات المختلفة وإجراء الفحوصات التشخيصية العديدة التي تشمل الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وفحوصات طبية متخصصة وفحوصات تختص بسلامة البيئة مثل الأغذية والأدوية والمياه ومواد التجميل والمنظفات الكيميائية إضافة إلى الاستجابة السريعة لحالات الوباء للأمراض المعدية والفيروسية والتسمم الكيميائي وذلك بإجراء الفحوصات المختبرية المطلوبة بالسرعة الممكنة والمشاركة بأبحاث نوعية تخدم الصحة العامة وتدريب طلاب الجامعات على إجراء الفحوصات المختبر حسب الاختصاص والأخوات الأخوة الحضور لقد أنهى مختبر الصحة العامة كافة المتطلبات الإدارية والفنية الخاصة للاعتماد الوطني للفحوصات الطبية بنجاح باهر يؤهله للحصول على شهادة الأيزو والاعتماد الحالية 151980 والتي شملت إعداد دليل لظام الجودة وإعداد طرق العمل الفنية للفحوصات المخبرية التي تم اعتمادها والتي تخضع للرقابة النوعية الخارجية إن الحصول على شهادة الاعتماد تعني الحصول على أدق النتائج وسرعة في إصدارها كما وتعني توزيع للمهام والمسؤوليات والمتابعة والمحاسبة من أسفل الهرم الوظيفي إلى أعلى بحيث تعطي مصداقية كاملة للنتائج واتخاذ القرارات الطبية العلاجية السليمة إن حصول مختبر الصحة العامة على أول شهادة اعتماد في مجال الفحوصات الطبية يأتي في سياق اهتمام وزارة الصحة بتطوير المجال السحي والنهوض بالخدمة السحية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتعزيز المصداقية والكفاءة حيث يساهم حصول المختبر على شهادة الاعتماد في رفع جودة وكفاءة التشخيص الطبي خاصة وإن نتائج الفحوصات المخبرية تعاد واحدة من أهم المدخلات إننا في وزارة الاقتصاد الوطني وانطلاقا من حلصنا على صحة وسلامة المستحلك عمدا إلى تبني أحدث الأنظمة في وحدة الاعتماد الفلسطيني التي تؤهلها بالشراكة مع وزارة الصحة ونقابة الطب المخبري وكافة الجهات ذات السلة بتقديم خدمة اعتماد مختبرات الفحص الطبي بما يتناسب مع المعايير والمتطلبات الدولية أبارك لكم هذا الإنجاز الفلسطيني وأعبر عن شكري لكافة من ساهم في إنجاح وإتمام هذا العمل اشتركوا في القناة